نروح للشأن الفلسطيني القضية الفلسطينية اللي اشتهرت لزمن طويل انها قضية العرب الاولى لم تعود الان كذلك للأسف الشديد ما عادتش الاسباب عديدة طبعا عوامل كتيرة يمكن اهم هذه العوامل انه معظم الدول العربية منشغلة بمشاكلها الخاصة وانا بقول معظم الدول العربية مش كلها لانه مصر رغم مشاكلها ورغم التحديات الكبيرة اللي احنا بنواجهها ومنها التحدي السكان عشان بس برضو ما ننساش الا انه الاهتمام بالقضية الفلسطينية لم ولم يتراجع في اجندة الدولة المصرية من الاسباب ايضا الرئيسية لتراجع القضية على الساحة الدولية هو السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها لانه السلطة الفلسطينية تبدو وكأنها اصبحت عاجزة هي عاجزة بالفعل وهي راضية بالامتيازات التي تقدم لها وبالتالي بقاء الحال كما هو عليه يصب في صالحها لكن القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان يحاول ان يرفع من شأن قضية بلده وقضية وطنه وقضية شعبه رغم كل اللي احنا بنتكلم عنه يحاول ان يخرج هذه القضية من المأزق ويحاول ان يلقي حجرا او احجارا في المياه الراكدة لتلك القضية انبارح قناة ارتي الروسية اجرت حوار مع محمد دحلان في اعتقادي ان ما اعلنه دحلان في هذا الحوار سيكون له ارتدادات كبيرة وسيخلف جدلا كبيرا لان المفاهيم الجديدة التي طرحها محمد دحلان تستحق ان نتوقف عندها من اهم هذه المفاهيم كلامه عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني خلينا نشوف هذا المقطع هناك نوعين من البشر المحب والذي يتمنى ان اكون في هذا المكان والكاره والذي يقلق ان اكون في هذا المكان فالاول انا في قلبه والثاني انا في عقله لكن جميل لكن انا مقتنع ان زمن الفرد قد ولع وزمن الزعيم قد انتهى الزعيم ياسر عرفات رحمه الله عمل الكثير لنا وفارقنا وانتهى زمن الزعامة بانتهائه ووفاته واستشهاده وزمن الفرد ان يسلم ابو عمار الى فرد كما تجربتنا مع ابو مازن يجب ان لا تعود بالمطلق ويجب ان لا نمع لا اقصد انتخابات حتى بانتخابات لذلك انا اتطلع الى نظام برلماني يشارك فيه كل القوى تضمن فيها حقوقها نضمن ان لا يستقوي فرد او مجموعة على النظام السياسي الفلسطيني لان تجربة 12 سنة في عهد ابو مازن كانت كارثية بكل المعاني حتى على ابو مازن شخصيا طيب يعني هذا هو طرح المهم الاول دحلان يقول انه زمن الزعام انتهى بوفاة ابو عمار وانه يتطلع الى نظام برلماني يمثل الكل الفلسطيني بعيدا عن سطوة الافراد والجماعات على النظام الفلسطيني يبقى دي النقطة او المفهوم الاول اللي بيصير جدل دعوة دحلان الى نظام برلماني يمثل الشعب الفلسطيني بالكل ايضا من ضمن المفاهيم الجديدة اللي طرحها القيادة الفلسطيني محمد دحلان انه بيؤيد حل الدولة الواحدة لكن بشرط ان تكون دولة فيها الحقوق متساوية بين العرب وبين الاسرائيليين ويكون فيها انتخابات حرة خلينا نسمع هذا القوز اذا كان اذا كان مش عجبهم يعطونا دولة في الضفة وغزة ويعتقدوا ان يهودة والسامرة بين قوسين هي لهم احنا يا سيد احنا بنريح احنا بنقول دولة واحدة حقوق متساوية والانتخابات التي تفصل بيننا ولكن يخافون من القنبلة السكانية الفلسطينية بلاش الامهات الفلسطينيات واللادات الحمد لله رب العالمين وهذا هو سبب سيروت واستمرار الحالة الفلسطينية النضالية لان احنا ايقونة العمل الوطن الفلسطيني هي الام الفلسطينية هي التي تنجب وهي التي تربي وهي تبدع حل الدولة الواحدة مع الاحتفاظ بحقوق الفلسطينيين القومية والثقافية واللغوية والعرقية اخي سلام هو اذا اسرائيل مش هجبها قلقة جدا من حل الدولة وهذا ما يعبر عنه ناتنياه لا ماشي الحال نحن نقول دولة واحدة لا تقلق لا نريد دولتين من ضمن ايضا التصرحات اللافتة اللافتة في حوار محمد دحلان مع ارتي كلامه عن الادارة الامريكية والرئيس ترامب نشوف ما انا واثق ان الحلم الفلسطيني سيتحقق وان حلم الاجيال التي تربت على وعد من ياسر عرفات باننا سنحصل على الاستقلال سيتحقق السؤال هو كم من الزمن سندفع من تضحيات وكم من الوقت سيحتاج الامر الى تحقيق ذلك اما الراعي الامريكي فهو لم يكن يوما راعيا ووسيطا نزيها لكن وكنا نتعايش مع عدم نزاهاته لكن ان يكون على يمين الحكومات الاسرائيلية فهذا مفاجئ لنا اليوم ادارة ترامب تحرج اليمين الاسرائيلي في انها اكثر تطرفا منه وهذا سيؤسس الى اجراءات قانونية وسياسية يعني تعقد العلاقة وامكانية عقد سفقة في المستقبل بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي دي كانت التصرحات اللافتة للقيادة الفلسطيني محمد دحلان وزي ما قلنا دحلان يحاول ان يلقي بحقر في المياه الراكدة للقضية الفلسطينية